السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم خالد بوزان في فيديو جديد انتقاد حاد لوزير داخلية مقاطعة نوت غين فيسفالن بسبب رغبته في اعلان جنسية الفاعل عند ارتكاب الجرائم من المواضيع الساخنة اللي عبدتن مناقشته الان في المانيا هو موضوع ذكر جنسية الفاعل عند حدوث جريمة نعرف نحن انه كتير من الاحيان لما عبدتن جرائم وخاصة من قبل الاجانب في المانيا هذا موضوع ذكر جنسية صار الان موضوع ساخن وحساس جدا يعني لانه عبيعزي مجتمع كامل وزير داخلية مقاطعة نوت غين فيسفالن غويل اعلن عن رغبته في ذكر جنسية الفاعل عند ارتكاب الجريمة طبعا وتعرض لانتقاد حاد الان من نائب رئيس مجلس الهجرة والاندماج في المانيا يلي انتقد فكرة وزير الداخلية الالماني علما انه وزير الداخلية عبيدافع عن نفسه او عن الفكرة بحد ذاته بقوله انه سيتم ذكر جنسية الفاعل ايضا عندما يكون شخص الماني بمعنى انه حتى لو كان مرتكب الجريمة شخص الماني سيتم ذكر ذلك بشكل واضح وصريح السيد كيلتش نائب رئيس مجلس الهجرة والاندماج في المانيا انتقد وزير الداخلية بشدة وهي الفكرة بشكل شديد على انه هي فكرة عنصرية وعبتحط ايضا طبقات كتير من المجتمع يعني الاجانب في المانيا تحت ضغط لما بيتم ارتكاب اي جريمة الان في المانيا دائما الاجانب عبيتمنوا او المهاجرين انه ما يطلع اجنبي ما يطلع لاجئ ما يطلع شخص مهاجر انه هذا الشي عبيشكل ضغط على الاجانب الموجودين في المانيا وبنفس الوقت انه هاي الفكرة عبتساعد ايضا المستفيدين للطرفين يعني خلينا نقول الناس المتطرفين للطرفين سواء الالمان او الاجانب انه هذا الشي عبي وصفوا هالامور لصالحهم لحتى يرفعوا يعني بين بعضهم ويتصدروا يعني دائما المشهد وانتقد هاي الفكرة بشكل كبير جدا وانتقد ايضا السيد كيلتش هاي الفكرة من مبدأ انه دائما عبيتم السؤال لما بيكون مرتكب الجريمة هل هو مواطن الماني وبعدين ممكن يتم يعني السؤال انه هل هو مواطن تجنس يعني بالجنسية الالمانية وليس مولودا كالماني وحتى لو كان هيك ممكن بعدين يسأله اذا كانوا اهله مهاجرين مثلا بيقولوا انه من اصول مهاجرة انه هاي السلسلة لا تنتهي موضوع ذكر جنسية الفاعل ودائما عبيتم البحث عن يعني اصله وفصله وهالا اشياء او حتى انتماؤه الديني وانتقد هاي الفكرة ايضا بشكل جدا كبير وجاب مثال قال لما مثلا هلموت مولا بيسرق تفاحة ما حدا بيسأله او الصحافة او المجتمع ما بيسأله انه اذا كان هو كاتوليكي او بردستانتي لانه ما فيه اي علاقة بين هال موضوعين هو بيركز على فكرة فصل الجريمة عن جنسية الفاعل او عن ديانته هال الموضوعين اللي عبيتم التركيز عنه انه هالموضوعين ما فيه اي علاقة او ترابط بينهم وبين جنسية الفاعل او دين الفاعل هذا الشي يعني مستقل بشكل كامل هاي الفكرة اللي عبيدافع عنها يلي عبيتم فيه التركيز على هالأشياء وانتقد فكرة التركيز على الفاعل اكثر من الضحية لاحظوا دائما لما عبيتم ارتكاب جريمة في ألمانيا ما عبيتم التركيز كتير على فكرة الضحية وانما دائما عبيتم التركيز على الفاعل الفاعل هو اللي عبيتصدر المشهد وجنسيته او ديانته او اصله او فصله انه هذا الشيء كمان ايضا هو اجرام بحق الضحية نفسه يلي ما عبيتم يعطاء الحق الكافي او التركيز على فكرة انه فيه ضحية بالموضوع وهو الشخص اللي مفروض يعني يتم التركيز عليه ولكن عبي تم التركيز على الفاعل المقابلة اللي تم اجراء مع سيد كيلش في الحياة هي مقابلة طويلة رح حاط لكم رابط عن هالمقال ممكن تشوفوا الأسئلة اللي تم توجيهها لأله وايضا إيجابته الموضوعية عن الكثير من الأسئلة اللي تم توجيهها لأله من خلال هذا الفيديو حبيت أحدكم أيضا في صورة الأحداث اللي عبدتم في ألمانيا مشان ناخد فكرة عن المشهد أو الحديث السياسي اللي عبيدون الآن حول هالمواضيع تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته